شكل إجمالي ناتج الاقتصادي للحزام الاقتصادي لنهر اليانسي في عام 2019 46.5% من إجمالي البلاد بزيادة قدرها 4.2 نقطة مئوية عن عام 2015 فيما ارتفع إلى 46.6% خلال الأربع الثلاثة الأولى من عام 2020 ويبرز الدور الريادي للتجمعات الصناعية الناشئة بشكل واضح وكذلك حجم الصناعات مثل التقنيات المعلومات وتصنيع المعدات الذي يمثل أكثر من 50% من النسبة الوطنية أما في مجال النقل فقد تسارعت عمليات إنشاء ممر النقل شامل خلال السنوات الخمس الماضية واعتبارا من نوفمبر 2020 بلغ طول سكة حديد الهزام الاقتصادي لنهر اليانسي والسكة الحديدية عالية السرعة التي تم افتتاحها لحركة المرور تلاتة وأربعين ألف وسبعمائة كيلومتر وخمسة عشر ألفا وأربعمائة كيلومتر على التوالي بزيادة قدرها تسعة آلاف ومائة وعشين كيلومترا وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعة وعشين كيلومترا على التوالي عن عام 2015 في حين افتتحت طرق سريعة بطول ثلاتة وستين ألفا وسبعمائة كيلومتر بزيادة قدرها خمسة عشر ألفا وخمسمائة كيلومتر عن عام 2015 أما في مجال الانفتاح على العالم الخارجي قام ميناء شانهاي يانشان ببناء أكبر محطة حاويات في العالم مع تشغيل أكثر من ثلاثين خط قطار شحن بين الصين وأوروبا أما في المجال البيئي وبدءا من عام 2020 ستخضع وجودة المياه في حوض نهر اليانسي لتغييرات كبيرة ليتم تشكيل ممرات بيئية خضراء على جانبي المضيغ تدريجيا ترجمة نانسي قنع